نهاردة بقى بنجرى بنعمل لوجو جديد او بنتكلم اصلا في البراندنج فمن فترة كده ظهر علينا اللوجو بتاع الدوري المصري اللي هما غيروه تعني وحصل عليه كلام كتير قوي واحنا كنا من فترة عاملين حاجة زي وكده من خمس سنين عملنا برضو تجربة احنا نغير اللوجو المصري قبل ما ظهر البراندنج بتاع الدوري الانجليزي فمن ساعتها هو انا الموضوع ده شغلني انا اصلا غاوي غاوي قوي حكاية اللوجوهات والحاجات دي بس يعني ممكن مباشر فيها قوي بس انا بحبها وبحب كمان جو البراندنج بتاع حاجات الكورة لان هو مرتبط قوي بالناس لان انت مجرد ما تشوف البراندنج او بتشوف حاجة جديدة تغيرت بتلاقي تأثيرها عطول بتشوف التشيرت بتشوف الشكل اللوجو بتشوف انت بتشتري التشيرت اصلا وحاجة جلوبال والناس كتير قوي بتستخدمها فانا النهاردة طبعا بتكلم في حتة انت ازاي تعمل لوجو وليه تعمل لوجو وايه هو البريف وايه الخطوات اللي بتجي لك ومفروض ازاي تطلع لوجو الكلام ده كله طبعا خبرتي قال كتير من الناس كتير في السوق بس انا من غيتي في الحكاية دي فانا متابعها كويس فهقول لكم اللي انا عارفه فيها اول حاجة بتجي لك الكلينت اللي بيجي عايز لوجو ده بيبعايز يعرف نفسه او يخلق صورة بصرية للكلينت بتاعه ومؤخرا كمان موضوع معاتش لوجو بس يعني خلاص موضوع لوجو بس ده انتهى فيه اصلا برندات بسطت اللوجو بتاعها في تكست وده بقى بيحصل كتير جدا او في ايكون واحدة تجريدية جدا جدا والباقي كله بقى عملية فيجول فيجول اكسپيرينس يعني خبرة بصرية كده الزبون ما بيجي يشوفها بيقدر يتعرف على البرند ويقدر يفهم انت عايز توديه فين او انت عايزه يحس بايه وده هتلاقيه في برندات كتير جدا يعني برندات الكمبيوتر والحاجات اللي عنت ليها ستايل معين بألوان معينة برندات اللبس برندات الكورة كل حاجة بتعمل لها برند هي عايزة تستقل بذاتها وتخلق انطباع يعني واحد بيبيع مثلا كده تعالون خمن واحد بيبيع مثلا حاجة متعلقة بالعربيات وبقوتها وبسرعيتها وبتاع واحد بيبيع عربية مثلا معينة سريعة قوية مش عارف ايه اكيد مش هيروح عاملت برند بتاعه ابيض وفي قلوب وده بديب ده يبقى هو كده اهجس رجل عنده هجس ونفوخ هو هيعمل حاجة قوية وسريعة والوان تدل على القوة والسرعة والايكون بتاعته هتبقى مكتملة ومقفولة الحاجات دي كلها خبرة خبرة انت تجيبها بخبرة فاللي انا بحاول اعمله بقى ان انا اخدت النادي المقاولين واشمعنا النادي المقاولين عشان هو نادي مش جماهيري قوي ومش هيبقى فيه هايب ومش هيبقى فيه اصداع حاجة نجرب فيها براحتنا والوانه بسيطة وهو النادي الوحيد تقريبا اللي عنده اللي اصفر في سود وهو النادي تقريبا اللي عنده سترايبس واضحة اصفر وسود كده تقريبا معا بترجات احاجة كده فبنجرب في الاسكتشات واهم حاجة وانت بتجرب تبقى فاهم ان مرحلة الاسكتشات دي هي اهم مرحلة في اللوجو بتبقى تجرب حاجات كتير جدا وهي دي اللي بيبقى فيها التعب كل وهي دي اللي بيبقى فيها المتعة كلها الجزء الثاني بقى هو البريف البريف ضيب عبارة عن البراند الناس اللي عندهم البراند او اللي عندهم المنتج بيكتبوا لك بريف ايه ايه هم طموحاتهم او ايه الحاجات اللي هم شايفينها مهمة انه انت تبقى عارفها كواحد هيرسم للمكان يعني واحد مثلا جارك صاحب محل فول وطعمي هيكتب لك البريف بتاعه ايه هيقولك مثلا نوع العملاء اللي بيجوا يتعاملوا معاه ايه هل هم عائل صغيرة على المدارس ناس موظفين فانت انت ما هتعمل رسمة لده غير ما هتعمل رسمة لده او هتعمل تصميم جرافيك لده غير تصميم جرافيك لده طب هو بيوصل ولا لأ هو عايز يستهدف مثلا الناس بتاعهم مستوى الاجتماعي اي بي سي يعني هو سندويتش الفول بتاعه بمتين جنيه وللسندويتش بجنة ونص فاللي بمتين جنيه هتعمل له براندنج مختلف غير اللي سندويتش بتاعه بجنة ونص ده منطقي جدا وانت واحنا بنكرم كده اكيد ده ظهر في دماغك وكل ما كان البريف مظبوط كل ما انت هتستريح او هتبقى مطلع شغل مناسب مفيش بقى شغل حتة شغل حلوة ووحش انت فسوق فغالبا هتطلع شغل مناسب ممكن احنا كلنا كلنا عملنا شغل مخيش وبعناه ليه لانه مناسب لزبونه الكلاينت وافق بالكلام ده كله فيه قصص كتير كتير وهنهري فيها في الحتة دي بس نرجع للبريف طب انت سعب بيجيلك زبون من غير بريف فانت ممكن يبقى عندك حتة كونسبت ارت كده تقدر تخترع للراجل بريف وده غلط بس هو ساعات بيبقى زبون مش عارف هو زبون مش كل الزبان بيجيلك درسين في هاربرد يعني فانت لازم يبقى عندك مرون شوية في الحتة دي وتحاول تقنعه بكونسبت ولما تقنعه بكونسبت تشرحوله حلو عمله بريزنتيشن حلو عشان البرزنتيشن او تصبيت الشغل جاءت زي ما كلنا حفظين يعني اهم من الشغل كتير اصلا فلو عملت البرزنتيشن مضبوط ده تسعين فيماية من عملية البيع انا بالنسبة لي القاعدة بتاعت البرزنتيشن اهم من الشغل المعمول اللي هيقعد يشرح ويبيع غالبا اهم من الشغل المعمول وده بيحكم كتير جدا في السوق وطبعا انا هنا بريف لو انتم بتتفرجوا يعني البريف اللي انا عمله انا عمله من دماغ غيره بتازع اعمل بريف كرتون يعني يليق على الطريق التفكير لانه هنا ما عنديش بريف وما عادش محد انا قلفت الشكل اللي ما قولين بمزاجي وقلفت شكل اللوجو بمزاجي وممكن يبقاش اعلى حاجة بس هو يعني ايه ده حاجة كونسبت فانا حر فيه يعني اللي انا فكرت فيه واللي انت سنتكتو هو ده اللي طلعته ف ساعة بقى بنلاقي شغل مش مزبوط يعني بتلاقي الدنيا مش طلعة زي ما احنا متخيلين او نوعب نقول لا ده كان فيه شكل ممكن يطلع حسن من كده ايه اللوجو الوحش ده او ايه الفيجوال الوحش ده انا هقول لك ليه القصة دي بقى بتحسن الموضوع ده لي شوات عناصر اولها ان انت ممكن تبقى الفلوس تحكم عليك يعني ذات نفسه اللي بيدفع فلوس متدخل في عملية التصميم عنده بريف معين في دماغه وعايزه يتنفز يمين او شمال او عنده رأيه معينة فمهما انت كنت فنان جامد او مهما انت كنت طلعت شغلة حلو ممكن يبقى مرمي في الزبالة وده اغلب اغلب الشغل بيبقى كده تمام وممكن الارد يا ريكتر اللي فوقيك او اللي بيوجهك فنيا يبقى هو اصلا مخيش يعني هو على بابا اللي مرش دعوة بالسكة وهو شايف حاجة معينة هي اللي هتبيعه ويبيجبرك عليه فانت ماشي خلاص هتبيعه بتمشي قراءه ممكن يبقى الاتنين يعني ممكن يبقى البريف حلو وجميل او المواصفات الفنية اللي انت مخيش شغل عليها حلوة وجميلة بس انت خيشت اصلا في الشغل وتطعت شغل وحش وتوافق عليه وخلاص وممكن التعديلات يعني انت ممكن تعمل شغل حلو قوي بس ايه بقى اللي بيحصل طبيعة البشر كده لأ طب بص عايزين نضيف كذا طب نكبر حاجة طب نصغر حاجة طب نزود حاجة اصلي في حاجة نقصة لو اول ما يبدأ ده لازم انت تحاول تلم الليلة على طول لان ده هيبوز الشغل بس ده طبيعة الحال بيحصل في كل حتة في الدنيا فانت ما تحكمش على الشغلانة لان مش دايما الديزاينر بيبوز وحش بس لأ فيه ظروف تانية كتير فعود نفسك كده ما تحكمش ما احنا احنا ذات نفسنا اليما طلعنا شغل في المستخبي ومش عايزين حد يعرف انه اتعمل اصلا كلنا بنكل عيش يعني فده في حد ذاته يخليه كما تلاقي شغلة اصلا طلعت تقول ايه الحمد لله انه طلع اصلا الحمد لله ان احنا عارفنا انكنا حاجة بيروكراطية بالشكل ده ان هي بتغير من شكلها ولو حاجة بسيطة حاجة كمان لما تيجي تقدم لما نقلها وقال عن نفسي يعني مش عايزة تبقى المضوعك انه نظاريح كده لما جاني بقدم اللوجو ما بقدموش هو حتة ورقة فيها اللوجو كده اخودي عمل حاجة تكتل على الله سلام عليكم السلام لأ يعني حنكش كده بضعتك وزبطها وحيقها وعمل لها منظر حلل اللوجو يعني اقول اللوجو ده فكرته جات منين وهو لما هتيجي فكرته هتلاقي نفسك ده الزبون او ما هوش عارف القصة فلما يعرفها هيرتبط ويفهم اكتر الموضوع وده يكنعه فدي حنكشة مطلوبة بتبقى حركة حلوة يعني اما الديزاينر يحط شوية سكتشات واني نقول لك بص انا عملت واحد اتنين تلاتة وبعدين استخرجت دي من دي من دي فطلعت بالكونسلت ده فتلاقي الزبون الله عليك يا فنان خلاص اقتعنا عشترة يعني ده جزء من عملية البيع انك تحنكش بطاعتك وتزبط شكلها كده عشان الزبون يرضى يشتريها وبعد ما تخلص اللوجو طب انت بعد اللوجو طب انا رفض خد اللوجو لا اديله بقى الفيجول الدنيا كلها يبقى شكلها عامل ازاي يعني هنفترض ان اللي انا عامله ده فتحه محل فانت مجرد ما هتمشي في اي مول هتشوف الحيطة هتشوف من بعيد اللون الصفر اللي فيه خطين سود ده المقاولين خلاص انا عارفته فانت عملت لنفسك خلاص الناس بيتعرفاك الهوية البطرية فانت تعمل ده مع اللوجو خلاص يا اللوجو خلاص فات قوانه انه هو يبقى مجرد لوجو خلاص موضوع بقى فيجول كل شركات دلوقتي بقى عندها ايه فيه شركات مجرد ما تشوف اللون بتاعها تعرفها في الشارع من غير ما يحط اللوجو ليه يكتب اي حرف هو اللون بس يكفي وفيه ناس بتشتغل بلون الباترن التكتشر نفسها يعني فيه ناس بتحط مثلا اصفر لا بس اصفر ده فيه فيه تعريجة معينة او شكل معين يخليك تعرف تميز الباترن بتاعهم عن طريقه اه باترن معين في التصميم يعني بيستخدمهم مثلا مسلسات في بعض دواير بيستخدم ايكنز واضحة بيستخدم صور معينة كل واحد بيخلق لنفسه ستايل ليه لانه كله عايز يتميز ما احنا لو لو شركات كلها شبه بعض يبقى احنا بننحط بقى نشتغل شيئا فدي برضو من الحاجات اللي انت لازم تبقى انت اه يعني تأيفها كده ايفها برضو وديها للزبون يعني حتى لو الزبون مش فاهمها اديها له هيفهم قيمته وطبعا ده بيخليك تعرف تحط سعر اه احسن وهقول ده ده كمان حتيت التسعير التسعير برضو انا عايزة سعر حاجة زي تي سعرها ازاي اه كنت انا شفت حاجات اجنبي فملخصها بيقول كل اتي لو انا رايح هعمل لو انا عملت البراند ده افترض ان المقولين ده نادي جماهيري يعني الاسماعيلي والمصري ولا حاجة من دول رغم ان انا قصد ان انا معملش في نادي جماهيري عشان موجعش دماغي بس هنفترض ان هو نادي جماهيري والنادي ده عنده مشاكل في المبيعات ولا عارف يبيع تشيرتات ولا عارف يخلق نفسه يعني مش عارف يجيب دخل من الفيجول بتاعه فلو انت عملت له تشيرت ناجح والتيشيرت ده جاب له مثلا خمسة مليون جنيه في السنة افتراضا يعني رقم كده بالهجايس يعني فلو انت عارف ان التشيرت ده هينجح وهيجيب رقم زي ده فانت لو قلت له يا سيدي انا هاخد متين الف جنيه في اللوجو وهو اقتنع وهو عارف ان التشيرت ده هيبيع بالرقم ده او عنده احتمالية فابقى ده رقم منطقي وممكن تطلب اكتر كمان فهم فاللي هو هي تتحسب كده يعني واحد زي اللي عمل تشيرت هو عارف ان التشيرت يفينتوس ده بيبيع اتنين مليون تشيرت في السنة والتيشيرت بمية يورو فاحسب فهو بيقول لك انا هعمل لكم الفيجوال بتاع بس التيشيرت بكزا لانه هو يسوى كزا لانه لو نجح هيكسبكو كزا ده النفس اللي بيحصل في البرندات الكبيرة لكن انت لو رايح في نادي نفس الشغل اللي انت عملته ده رايح في نادي درجة ربعة ولا عمر حد هشتير التشيرت ده اساسا فانت ممكن تلعب اللعبة دي انك توزن قيمة شغلك بقيمة المردود بتاعه دي كانت وجهة النظر الرجل الاجنبي وانا اقتنعت بيها هنا ما حزتهاش فرغ عشان كده الناس زمان من خمس سنين لما عملنا الحكاية بتاعة لجوهات الدوري المصري والكلام ده انا رفضت ان هي تخش في حتة تجارية عشان ما نخشش في الحكاية دي لان انت بتتكلم بقى على قيمة التسويقية للدوري المصري لو انت زبطت الفيجوال بتاعه والفيجوال ده قول هيفرق معاك بنسبة عشرة خمستاشر عشرين في المية ده كم مليون بقى فانت مفروض تاخد الليوجو بكام في النسبة دي لو انت طبعا عندك القوة وشايف واقنعت الناس ان ده هيفرق فعلا معاهم بالنسبة دي فتقول لهم انا هاخد الرقم ده لان ده يسودة ده هيكسبك من وراء قد كده فكر في الموضوع ده هتلاقي ان البرندينج يعني الناس اللي فهم برندينج ويدوكين برندينج شكل المنتج هو تقريبا نص امته مهما كان المنتج الايفون شكل كل الاجهزة اللي نستخدمها الديزاين فيها عامل اساسي انت ممكن تجيب جهاز قوي جدا بس شكل وحش ما يبيعاش او هيبقى ليه سبون بس مش هيبيع بصورة هستيرية زي الحاجات التانية فقصة انك تعمل برند لازم تبقى فهم انتك فهم قيمة البرند الفيجوال بتاع الحاجة لو نجح خلاص ما لش هنعدت الكلان كتير بس يلا بقى اه تفرجوا كمان على الحاجة وقليوا رأيكو فيها وعندي نداء كده لو انت عندك اي فكرة انك تطلع شغل شبه ده اللي هو مثلا عايز تعمل ري برند لفريق اي فريق في الدوري يعجبك بصورة شخصية اعملوا كده وتعالي تفرج مع بعض وممكن نستعرضه حتى ونشوف رأي الناس كده اللي هو ايه طب نزبط ده من غير حتى سيدي ما نشوف نشارك كلنا مع بعضين نشوف كل واحد هيحط لنفسه البريف ازاي ويورينا الفيجور هيتالله ازاي فدي تبقى قصة صريفة جدا وننبسط مع بعض اعملت اللوجو انا عم بسط له بسطة كده حسيت انه مش لايق على التصميم اللي انا عمل حسيت ان الستايل اللي معمول في التيشيرت والخطوط اللي هي السودة دي في وسط الاسفر شكلها اشيك واحلى من اللوجو ذات نفسه اللوجو حلوة بس مع نفسه والتيشيرت حلوة مع نفسه مش لاقينا على بعض فشورت واحد من اصدقائي ودي حاجة برضو ايه من البروزيس ان انت لازم يبقى عندك عين تانية انت ساعد بتبقى متحمس لفكرة ومش شاف عيوبها او بتبقى انت عارف عيوبها بس بتقول ايه ما حدش ياخد باله هتعدي لقد نص ونص فانت دايما بخلي حد معي انا ايه تببص كده تببص كده واحد صاحبي واحد صاحبي واحد صاحبي فلما الناس دي تبص تديك وجهة نظر تانية فانت ساعتها بقى الدنيا بتتتضح معك فاللي انا كان في دماغي هو هو صاحبي قاله لي قال لي بص انا احس اللوجو ده مش زابط مع 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 الشغل فانا دلوقتي هبدأ ان انا اسكتش تاني من اول وجديد في اللوجو وهغير بقى كل على اساسه فانت قدامك هيبقى قدامك اللوجو اللي معمول للاول وبعد شوية اللوجو اللي اشتغلنا عليه اللي انا المفروض بقى اتغير فيه وهبعته لهم تاني بس ان غير ما مش هبعته بيدا ان انا هزهق ان كده كده المشروع في الفن يعني ما نشي ياخد فيه فلوس ولا حاجة فهوقف على كده ترجمة نانسي قنقر شكرا